نظمت مؤسسة حياة كريمة احتفالية بيوم اليتيم بالحديقة الدولية بمحافظة الفيوم شهدت الاحتفالية العديدة من الفقرات والعروض الفنية للأطفال وذلك بحضور خمسين متطوعة سعيا لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم احتفالية بيوم اليتيم بالحديقة الدولية بحضور أكثر من سبعين طفلا النهاردة جينا نفرح أطفالنا وبنشكر مؤسسة حياة كريمة وبنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على يوم الجميل ده طبعاً النهاردة فرحانين جداً بوجود الأيتام في وسطينا وإحنا تحت أمرهم ووقفنا يوم النهاردة فرحنا معهم وآيصنا معهم الاحتفالية شهدت أيضاً العديد من الفقرات والعروض الفنية للأطفال والأنشطة المتنوعة بحضور خمسين متطوعاً كان لهم دور بارز في تنظيم اليوم ورسم البهجة على وجوه الأطفال النهاردة بصراحة اليوم كان بيتوصف في يوم الإنسانية مش يوم اليتيم بس لأن النهاردة احنا ساعدنا وفرحنا جداً مع الأطفال وإحنا بنلعب في وسطهم وإحنا بنسعد فيهم رغم أن احنا صايمين وفي نهار رمضان إلى أن احنا ما حسناش بالكلام ده وما حسناش بالجو ده أن احنا صايمين لأن احنا فعلاً حسنا بالسعادة وشعرنا بيهم بصراحة احنا كلنا بسطنا حتى احنا كمتطوعين بسطنا جداً مع الأطفال وأطفال كان فرحين جداً وكان فيه مسابقات وكان فيه ألعاب وكان فيه تقديم هدايا للولاد والبنات خلال الاحتفالية حرصت مؤسسة حياة كريمة على تقديم هدايا على الأطفال مع التقاط الصور التزجارية معهم وسط أجواء من الفرح والسعادة من جميع الحضور صراحة فرحة مع الهدايا اللي استلموها الولاد فرحة لا تعد وبنشكر حياة كريمة وكل القائمين عليها وبنشكر سيادة الرئيس شكراً حياة كريمة أنها فرحت الأطفال بيوم اليتيم اللي هو أول جمعة في أول إبريل وبنشكرهم أنهم والأطفال كلها طالعة مبسوطة وفرحانة بالهدايا ويكنهم أولادنا بالزبط يجينا النهاردة في يوم اليتيم في الفيوم علشان نحتفل مع الأطفال وطبعاً رأست معاهم واخدت هدية واحتفلنا مع بعض واليوم كان جامد يعني احتفالية تجسد دور مؤسسة حياة كريمة في رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان كما تؤكد دور الدولة في الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً اشتركوا في القناة